انا throughout كل حياتي كان بتعرض علي بس ما كنتش بستعني العرض بمعنى اصح لان عمري ما شفت نفسي ما بيني وما بين امينة ان انا اقدر امثل ليه لان امينة بتحب البرفاكشن امينة بتحب تدرس الحاجة امينة بتحب تراجع الحاجة يا انا كده انا دي طريقتي وطول حياتي عمري ما فاتت في اي حاجة بقدمها عشان كده دايما ببقى مقنعة فانا عمري ما شفت ان انا اقدر امثل اعرف امثل فمش عارفة سبحان الله بالزبط انا هحكيلكو ايه اللي حصل التليفون جايلي فاول ما جايلي فبيقولولي كذا 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 وعايزينك استاذ حسام عايزي قابلك علشان دور في فيلم كذا كذا قلت له بالزبط على التليفون ايه انا امينة شلبيه على فكرة انت بكلم النمرة صح كده معرفش عارفة التلقائية جدا فقال لي ايوا حضرتك قلت له طيب انت عايزيني في دور امينة يعني امينة شلبيه يعني تيكات بيوتي اي لا حرارك ما عرفش بس ما ظنش فقلت له طيب طيب بالمعد امتى كذا قلت له حاضر حاضر وقفلت على اساس ان انا ممكن برضو هتكلم موالجي كده بعد كده بصيت لنفسي في المراية قلت قلت امينة انتي على طول اسمه ايه ده يعني جريئة كذا مرة حد تكلم روحي مرة روحي يعني ايه هتخص ايه هتروحي مش عايزة امش فسبحان الله هو ده اللي حصل في الميتين كان فيه رانيا وكان فيه استاذ حسام انا عرفش حسام عمل فيه حقيقي انا معرفش لقيت حد بروفاشنل حد بيكلم بالعقل معرفش معرفش انا مش عارفة طلعت من الميتين انا قلت لا انا هعمله على الفكرة انا هعمله بس انا قلت له حاجة قلت له انت هتمرني قال لي همرني وقلت له حاجة تانية قلت له لو انت حسيت في اي لحظة وانت بتمرني ان انا منفعش على قللي امشي علشان انا مش عايزة اعمل حاجة مش كويس قال لي ديل قلت له ديل قال لي ديل وبس وبتدينا